اشتركوا في القناة تابعة لسلسلة كيف تأخذ بيانات المحركات وعلى اساس انه احنا نتعلم كيف نأخذ بيانات كل المحركات ان كانت واحد فاز او ثلاثة فاز كيف نخرج التوصيل وكيف نأخذ البيانات بشكل صحيح وطبعا انا بالعادة بعطيكم في اخر الفيديو طول الحديد وقطر الاستيتور على اساس انه ممكن انه تحتاجوها او ترجعوها في يوم الايام وكمان مع التصوير الان بتشوفوا انتو طبعا المحرك كيف شكله وشو نوعه وشو صناعته وقياساته فبتقدر ترجع للمحرك او لهاي البيانات اذا اجاك محرك شبيه الو بحتاج بيانات او ما في عندك بيانات الو طيب اليوم خلونا ندخل بالموضوع على طول اليوم عنا ترمبة ماء ثلاثة حصان هي ترمبة ماء لبركة ماء لبركة لمسبح يعني احنا بنسميها بركة ماء او مسبح هذا هو شكل الترمبة من الامام طبعا بيجي الترمبة بالامام بلاستيك بالعادة وفتحتها عريضة جدا وبركب لها فلتر من الامام اكيد الكل بعرفها والمحرك بركب من هاي الجهة من هون من هاي الجهة الخلفية في هذا الشكل طبعا هذا هو المحرك ان شاء الله بدنا نشوف كيف ناخذ بيانات ومعلوماته ورح افهمكم انا موضوع مهم ان شاء الله في طريقة لفو تكلمنا في السابق عنها وانه هاي المحركات بالذات اللي هي من خلينا نحكي من ثلاثة حصان واكبر خاصة لم يكون واحد فاز لازم انت تستعمل هاي الطريقة او الشركات بتستعملها بكثرة على اساس انه تعطي قوة اكبر للمحرك لانه هاي المحركات بتحتاج قوة اقلاع بما انها كبيرة على الواحد فاز زي ما حكينا فبتحتاج قوة اقلاع كبيرة وطبعا ما بيستطيعوا او ما بدهم يركبوا مفتاح طرد مركزي لترمبات الماء لو كان محرك عادي ممكن ركبوله مفتاح طرد لكن في ترمبات الماء ما بيركبولها بالعادة مفتاح طرد فبعملوا طريقة اللف على اساس بشكل معين على اساس انهم يعوضوا مفتاح طرد المركزي يعوضوا بطريقة اللف هاي اللي حكينا عنها سابقا ان شاء الله رح اذكروا لكم اياها من فيه خلال الفيديو خليكم معاي خلوني بس اثبت الكاميرا على اساس ناخذ البيانات وبرجع لكم طبعا زي ما حكينا بالعادة ودائما لمن يعني ناخذ البيانات للمحركات طبعا احنا ناخذ البيانات عن طريق بنسعب الاسلاك اللي خارجي للروزيتا برا زي ما انتم شايفين مخرجين ثلاث اسلاك وهذا اللي انا اللي بحكي دايما انه انت لازم تكون بتعرف كيف تحدد اتجاه دوران المحرك من الداخل على اساس انه ترجع شغلك على الاقل اذا ما كان احسن شغل الشركة يكون زي شغل الشركة ما تطلع اربع اسلاك يعني عندي هذا المحرك الشركة مخرجة ثلاث اسلاك مشترك وتشغيل وتقويم فانت ما تطلع اربع اسلاك ليش تطلع اربع اسلاك اعمل زي الشركة وطلع ثلاث اسلاك اشبك المشترك من الداخل واخرج ثلاث اسلاك فقط ولا تخرج اربع اسلاك طيب احنا بالعادة بناخذ ببيانات بنسحب الاسلاك هاي اللي خارجي للروزيتا وبنشوف شو فيه على راسها اسلاك من الملفات وهي اللي بتحدد لنا توصيل المحرك ان كان توالي او توازي او يعني ان كان توالي او توازي فاحنا راح نفك الاسلاك خلوني افكن وارجع لكم ما بدنا نطول بالفيديو طيب الان انا سحبت الاسلاك زي ما انتم شايفين الان منشوف شو فيه ملحوم على راس كل سيلك منشوف شو ملحوم عليه من الاسلاك الملفات طبعا هذا سيلك المشترك اللي بكون موصول معه بالعادة الأبرلود زي ما انتم شايفين بكون عليه تشغيل وتقويم زي ما انتم شايفين هيك يعني الدوران محدد من الداخل والان هذا سيلك التقويم ايو جاي من التقويم وهذا سيلك التشغيل لاحظوا سيلك التشغيل جاي من مجموعة واحدة وملحوم على السيلك اللي خارج للروزيتا اذا يعني كأنه هم مش حاطين مع كورونا كأنه سيلك مع كورونا واحدة مع كورونا واحدة طبعا واللف واضح زي ما انتم شايفين ماشي بثلاث اسلاك لف ماشي بثلاث اسلاك لف ماشي بثلاث اسلاك اذا التوصيل توالي للتشغيل ونفس الشيء منيجي منتطلع على السيلك التقويم اللي خارج لبرة منلاقي انه الاسلاك خارجة من مجموعة واحدة من نفس المجموعة اذا توصيل توالي كمان توصيل توالي للتقويم والتقويم ماشي بسلكين زي ما انتم شايفين الآن المشترك بكون عليه تقويم وتشغيل هاي هاي سيلك تقويم عفوا من الداخل جاي من المجموعة هاي هاي عليه سلكين ملفوف اذا التقويم ملفوف بسلكين مجوز والتشغيل زي ما انتم شايفين هاي عليه ثلاث اسلاك جاي من مجموعة واحدة بما انه السيلك الملحوم او اسلاك الملف ما بهمني عددها ثنين ثلاث اربعة عشر اسلاك بما إنها هاي الأسلاك كلها خارجة من مجموعة وحدة وملحومة على سلك وخارج للروزيتا لبرة إذن التوصيل توالي كأنها مع كورونا وحدة جزيلا بنحكي دائماً مع كورونا وحدة على السلك الخارج للروزيتا إذن التوصيل توالي إذن أنا عندي التوصيل الآن توالي والتشغيل ملفوف بثلاث أسلاك والتقويم ملفوف بسلكين الآن أنا بقطع وبسحب الملفات وبعدهم وبقيس قطر الأسلاك أعطيكم البيانات بالكامل مع قياس الحديد خليكم معنا طيب أنا قطعته من جهة وحدة وبدأ بس أحكي لكم عن طريقة لفه على أساس أنه ما أكون ساحب الأسلاك وحده يحكي أنه أنت يا عبد الرحمن اللي عدلت عليه ما كان اللف الأصلي هيك بهاي الطريقة أنت عدلت عليه لا أنا بدي أرحيكم طريقة اللف الأصلي اللي هي بعملوها على الأساس يعوضوا مفتاح الطرد ويعطوا إقلاع قوي بدل من مفتاح الطرد يعطوا إقلاع قوي للمحرك وما يركبوا له مفتاح طرد وهي أنه بزيدوا عدد ملفات التقويم زي ما حكينا في فيديوهات سابقة بعملوا عدد ملفات التقويم يعني هذا المحرك 24 مجرى بالعادة خطوة التقويم بتكون 10-12 يعني التشغيل 1-6 1-8 1-10-1-12 والتقويم بتكون 1-10 1-12 لكن على أساس يعطوا قوة أكبر للإقلاع بعملوا عدد ملفات التقويم أكثر من العادي يعني بزيدوا لهم ملف أو بزيدوا ملفين يعني بعملوا زي خطوة التشغيل أو بعملوا ثلاث ملفات أقل ما فيها يعني بعملوا 1-8 1-10 1-12 على أساس بتكون الخطوة الواحد ثمانية مشتركة بين التشغيل والتقويم في المجرى وطبعا هذا اللي عاملينه هم في هذا المحرك الآن لاحظوا التقويم عندي أنا ثلاث ملفات هاي 1-2-3 التقويم عندي ثلاث ملفات الملف الصغير مشترك مع التشغيل وخطوته 1-2-3-4-5-6-7-8 خطوة اللف للتقويم 1 إلى 8 1 إلى 10 1 إلى 12 يعني عاملين التقويم ثلاث ملفات بدل من ملفين على أساس أنه هذا الكلام أو هذا الاشي بعمل قوة أكبر في الإقلاع هاي هي بس حبيت أرجوكمها قبل أن أفكر الملفات عشان ما حداش يحكي أنت اللي عدلت التعديل هذا هذا هو اللف الأصلي لف الشركة عاملينه ثلاث ملفات للتقويم وأكيد أنتوا شفتوا زي هيك وشفتوا أربع ملفات كمان يعني خطوة التقويم بتكون زي خطوة التشغيل أحيانا هذا ما يكون محرك أكبر أو بده إقلاع أقوى من هيك فبيعملوا هاي الطريقة على أساس أنه ما يركبوا مفتاح طرد يعوضوا الإقلاع بهاي طريقة أفضل الآن بسحب أنا الملفات وبعده وبقيس قطر الأسلاك وقياس الحديد وبرجع لكم أعطيكم البيانات بالكامل إن شاء الله خليكم معنا طيب والآن أنا أخذت المعلومات فكيت المحرك وحتى أنا صرت مسقط في مجموعة ولفيت المجموعة الثانية الآن بيانات المحرك كالتالي أول إشي طول المجرى طول المجرى طول المجرى عشرة واثنين بالعشرة سانتي عشرة واثنين بالعشرة سانتي عشرة واثنين بالعشرة سانتي والقطر قطر الاستاتور سبعة سانتي سبعة سانتي سبعة سانتي طول المجرى طول المجرى طول المجرى عشرة واثنين بالعشرة سانتي وقطر الاستاتور سبعة سانتي طبعا العدد العدد للتقويم طبعا زي ما حكينا كان خطوة 1 8 11 11 العدد هنا بالسلك 48 سلك موجود والمجرى و 106 سلك موجود والمجرى و 106 سلك والمجرى طبعا ملفوف بالسلكين زي ما حكينا السلكين كانوا هم سلكين 7 دزيم وسلك 6 و 13 دزيم أو سلك 63 زي ما بتحبوا تسموه سلك 70 وسلك 63 أو سلك 7 دزيم وسلك 6 و 13 دزيم طبعا العدد هنا باللفة بسير بالجوز 24 جوز للصغيرة 1 8 24 جوز وال 1 10 53 جوز وال 1 12 53 جوز هذا بالنسبة للتقويم أما التشغيل طبعا كان ملفوف بسرة أسلاك الأسلاك كان هم سلكين 8 دزيم وسلك 6 دزيم بصراحة أنا استغربت ليش يعني الشركة لفينه بهذا القطر يعني حطين سلك أرفع يعني بكثير تقريبا نصف الثمانية أو يعني أكبر شوي مع سلكين 8 دزيم يعني الستة أنا برأيي الشخصي أنه لازم الأسلاك تكون قريبة على بعض أكثر ما تكون يعني في فرق كبير بينهم على العموم كان ملفوف بسلكين 8 دزيم وسلك 6 دزيم وزي ما حكينا الخطوة 1-6-1-8-1-10-1-12 طبعا كان فيه باللفة بالسلك موجود 36 لفة في الصغيرة والأكبر 87 وهي تقريبا 87 الواحد عشرة والواحد 12 و 91 طبعا لما نقسمهم إحنا العدد هذا على ثلاث أسلاك بيطلع معنا 12 لفة للخطوة الصغيرة الواحد 6-12 لفة والواحد 8-29 لفة والواحد 10-29 لفة والواحد 12 بيطلع 30 لفة طبعا إحنا بنقدر نعمل عليه تعديل طبعا نجمع مساحة مقطع أسلاك التقويم ونعملهم بسلك واحد والتشغيل بنقدر نجمع مساحة مقطع الثلاث أسلاك ونعملهم بسلك بسلك أو سلكين إذا كان سلك اسمي بنعمله بسلكين وبنقدر نعدل أنه نعمل توازي أو كذا فأنا رح أعمل فيديو آخر لهذا المحرك على طريقة التعديل لأنه أنا عدلت عليه بشكل كبير جدا البيانات اختلفت بالكامل فأعمل عليه فيديو إن شاء الله وأنزله في أقرب وقت هاي هي طبعا إن شاء الله إنكم تستفيدون من المعلومات ووصيكم دائما ووصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر